استبق الرئيس عبد الرب منصور هادي لقاء وزير الخارجي الأمريكي جون كيري بالعاهل السعودي بتأكيد على أن الحكومة ما زالت بانتظار تسلمها ردود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ على ملاحظات الحكومة على خطته سباق مع الزمن في محاولة لإنجاز مهمة مستحيلة لإحلال السلام في اليمن عن طريق الضغط على الطرف الحكومي دون الضغط على الميليشيا التي أدخلت البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة جون كيري لم يمسك عصى الحل في اليمن من المنتصف ولم يبذل خلال العامين الماضيين أي جهود للبحث عن مخارج عادلة للأزمة اليمنية تمر عبر بوابة القرارات الأممية فالرجل التقى بوفد الميليشيا الشهر الماضي وتعهد له بإنجاح التسوية بينما لم يكلف نفسه عن اللقاء بالجانب الحكومي خلال زيارته المتعددة للمملكة التي تستضيف عددا كبيرا من مسؤول حكومة هادي وزير الخارجية الأمريكية عقد فور وصوله الرياض اجتماعين أحدهما مع العاهل السعودي والآخر مع نظرائه البريطاني والسعودي والإماراتي والعماني إضافة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة خطة السلام الخاصة باليمن التي ترفضها الحكومة اليمنية في محاولة منه لإدخال تعديلات غير جوهرية على مضامينها ما يسمح باستئناف محادثات السلام استنادا على نصوصها عقب الاجتماع خرج كيري ليؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي أن الخطة المقترحة من الأمم المتحدة هي التي ستنهي الحرب في اليمن ويدعو الجميع للعودة لطاولة المفاوضات ولم ينسى التأكيد على أن التسوية يجب أن تضمن الحفاظ على أمن المملكة ويبدو أن تلك هي كلمة السر أو أداة الضغط على الرياض للضغط على هذه القبول بالتسوية تسعى الخارجية الأمريكية لسير قدما في محاولة لإنفاذ مبادرتها حتى ولو كانت تقفز على الواقع وعلى إمكانية النجاح المحتمل وهو ما كان واضحا خلال اجتماع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع مساعدة وزير الخارجي الأمريكي السبت في الرياض حيث تبنت المساعدة موضوع تدريب وإعداد لجان التهدئة المكلفة بالإشراف على أي وقف مرتقب لإطلاق النار تقول الوقائع على الأرض أن هناك تحركات حتيثة تحت الطاولة تحاول إضفاء الشرعية على التسوية التي تبذل الحكومة جهودا كبيرة للإفلات منها قبل أن يقع الفأس في الرأس